السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان هو يقدر يرسم ابعاد الرسمة اللي هينفزها فعلا في الواقع طبقا للابعاد او طبقا للتصميم اللي بدأنا نعمله الرسم الفني بيحتاج لمهارة ويحتاج لانواع كتير جدا من الخطوط احنا كطلبة الصف التالت طبعا مرة علينا العديد والعديد من الرسومات والتصميمات انا تخصصي كتخصص تشكيل معادن بينقسم طبعا زي ما انا قلت قبل كده كتير بينقسم لتخصص تشكيل معادن يعني شغل خان الخليلي اللي هو الابجرات والنجف والطحف المختلفة المصنوعة من النحاس سواء نحاس احمر او نحاس اصفر كذلك الشق التاني من تخصصي هو شغل السياغة انا ممكن اشتغل رسم فني ده باستخدام شغل منول او شغل يدوي عن طريق استخدامي للمسطرة والمسلسات زائد ان انا كمان ممكن استخدم بعض الالوان المختلفة ممكن استخدم الوان خشبية دون نظر طبعا ماركة الالوان زائد ان انا ممكن استخدم الوان جواش وطبعا انا عارف كطالف التعليم الفني في الصف الثالث ان انا عندي في فرق كبير جدا ما بين الوان الجواش والالوان المائية الالوان المائية هي عبارة عن الوان بيتم احلالها او بيتم ان انا ادوبها باستخدام المية عادي خالص لكن بقدر ان انا قاملة بها المساحات بيكون دايما اللون في الغالب شفاف طيب الالوان الجواش قال لي ده اللون بيكون في الغالب معتم وبيكون ملمسه الى حد كبير فيه نوع من الخشونة يعني الملمس بتاع اللون اصلا خشن فانا عشان ارسم رسم فنين او ارسم رسم مصاق التلاتة ممكن في الاخرى قوم بعملية اظهار رسمي بدرجات لونية معينة النهاردة هنتكلم ان شاء الله في حلقتنا عن المصاق التلاتة والقطاع هبدأ افتكر معاك او نفتكر مع بعض كده بعض الافكار الهندسية او افكار بتاعت الرسم اللي انا درستها خلال السنة او خلال الترم الاول وبعد كده هبدأ ابص على بعض النمازج اللي انا ممكن انا ارسمها باستخدام سواء الاوتوكاد او باستخدام الرسم اليدوي هنبص مع بعض كده هلق ان رسم الفني والقطاع اول حاجة هتكلم عنها هي المصاق التلاتة للمخروط النقص المشتوف النهاردة هتكلم لو عندي مخروط اللي هو عبارة عن قاعدة كبرى وقاعدة صغرى وعايز اعمل له مصاق التلاتة الرسم اللي قدامي دي عبارة عن ايه انا كده اسمت لحتي ادي خط الارض الاساسي ادي المحور بتاع الرسم الرأسي ادي محور الجانبي او المحور بتاع الرسم الجانبي عشان ارسم طبعا انا لازم اعمل خط الانعكاس والخط الفاصل ما بين المسقطين هنا هيكون مكان المسقط الرأسي وده كلام بديه طبعا هنا مكان المسقط الافقي هنا هيكون مكان المسقط الجانبي طيب اول حاجة هعمل خط الانعكاس على زاوية 45 طب يا مستر انا في مدرستي بشتغل هنا بالبرجل وباخد خطوط الاسقاط اللي موجودة عندي من المسقط الافقي واطلع بها بالبرجل برضو طريقة صحيحة 100% عشان ابدأ ارسم المخروط انا عندي قاعدة كبرى وقاعدة صغرى اول حاجة هرسم المحور الافقي زي ما احنا شفنا كده وبعدين هرسم الدايرة الكبرى او الصغرى مش هتفرق بالقطر اللي هو قال لي عليه لو قال لي كترك مثلا 8 سنتي بفتح البرجل 4 سنتي وبرسم الدايرة زي ما انا شفتها ادي المحور تاني ودي القطر اللي انا رسمته لو قطر 8 سنتي بفتح البرجل كام قال لي 4 سنتي ورسمت الدايرة الاساسية الاساسية اللي موجودة عندي طبعا لو المخروط مشتوف الدايرة دي بتكون بخط مساعد طبعا عارفين الخط المساعد ايه هو عشان بعد كده هسقط الخط الحقيقي وابدأ ان انا اعمله عملية تحبير طيب هعمل ايه بعد كده قال لي ابدأ قسم الدايرة دي لمجموعة من الاقسام على الاقل قسم للربع ربع الدايرة الواحد قسمهولي الاتناشر قسم ايه دي اول قسم عملت ازاي ده يا مستر عملته على زاوية تلاتين درجة خدت زاوية تلاتين اللي انا بشاور عليها دي كده خدت اول قسم في الربع الاولاني لو مر معايا بالمركز هيقسم للربع المقابل لي تماما طيب وكمان قال لي على زاوية ستين خدت خطه مرورا بخط النص اللي موجود عندي كده قسمت الربع اللي موجود اعلى اليمين والربع اللي موجود اه في الاسفل ناحية الشمال السمت ده تلاتة وده تلاتة هقرر نفس العملية مرة تانية على زاوية ستين وعلى زاوية تلاتين كده انا قسمت الدايرة سواء الكبرى او الصغرى بنفس الطريقة يبقى اشتغلت على زاوية تلاتين اول مرة وبعدين زاوية ستين قسمت للدايرة كلها الى كم قسم واحد اتنين تلاتة فاربعة يعني اتناشر قسم متساوي ممكن يا مستر انا بخدها في مدرسة بقسمها ستاشر صح قسمة اكتر من كده كل ما كان عدد التقسيم لان ده تقسيم مساعد كان اكبر كل ما كان ده احسن بالنسبة لي طب جميل جدا في الغالب انا بخلي بالي ان عدد التقسيم ده يكون مناسب الى حد كبير جدا مع عدد الربوسي عدد الزخارف الربوسي اللي موجودة في التصميم اللي موجود عني خلاص يبقى انا بسمت الدايرة الاولانية مساعدة الخطوط الحمرة برضو خطوط مساعدة خفيفة قسمت الدايرة الاثناشر قسم هبدأ اخد خط الارض اللي هرسم عليه الخط الاولاني واخد خط الارتفاع من اول اللوحة الاخر اللوحة وهتم بلون الخطوط كلها بدرجة لون واحدة هبدأ بعد كده في ايه قال لي اسقط القاعدة القبرى في مكانها اسقطتها في مكانها لحد فوق طيب وبعدين الجنب التاني من نهاية المحور اسقط لي القاعدة التانية في مكانها جميل رسمت الدايرة التانية لاحظ ان انا رسمتها بخط تقيل اتقل من الخط الاولاني لان القاعدة السفلة او القاعدة الصغرى هي اللي موجودة هنا فانعارف انها حقيقية تماما تبقى للرسم فحبرتها بدرجة لون تقيلة ورسمتها وخلاص انا متأكد منها تماما ما فيهاش اي تغيير فحبرتها طيب تجي نسقطها اسقطتها من نقطة الاتصالها مع المحور اسقطتها على المستوى الرأسي وبعدين الناحية التانية نفس الكلام على المستوى الرأسي كل اللي على دلوقتي ان انا وصل النهاية العليا بالنهاية بتاعة القاعدة الصغرى والناحية التانية نفس الكلام اي دي التوصيل بتاعي رسمت المسقط الرأسي للمخروط النقص هو دلوقتي قدامي مخروط ناقص لكن بدون ايه شاطف انا ايه هستخدم مخروط مشتوف هرسمه الاول كشكل كامل وبعدين هشوف الجزء اللي مقطوع منه هيكون شكله عامل ازاي هجر المسقط الجانبي نفس الكلام هسقط القاعدة القبرى في مكانها والقاعدة الصغرى وطبعا انت عارف الكلام ده رسمت المخروط في المسقط الجانبي بالشكل اللي قدامي ده طيب بيقول لي انا عندي طريقة جدا سهلة لو انا عندي المخروط بتاعي بالشكل اللي قدامي ده وهو في اعلى الرسمة او في اعلى مستوى الرسمة انا ممكن استخدم حاجة اسمها الاسقاط المساعد الاسقاط المساعد ده يا مستر هو المفروض ان انا بشتغل من التأسيم في المسقط الافقي. بقسم المسقط الافقي زي ما اشتغلت كده الى اتناشر قسم. طبعا كلنا عارفيني الكلام ده كصف تالت عارفينه. طيب انا لو الرسمة عندي فيها ارتفاع كبير ارتفاعها تلاتين سنتي او حاجة. ممكن اوفر على نفسي لو المخروض ده اخر حاجة. وابدى اعمل حاجة اسمها الاسقاط المساعد. يعني اجي فوق في نهاية المخروض. وزي ما اهوريك دلوقتي. هرسم نص دايرة في نهاية المخروض القاعدة الكبرى. وقسمها برضو تلاتين ستيني. يعني هقسمها الى الربع تلات اقسام. يعني هقسمها ستة يعني دايرة اتناشر قسم. وابدى اخدوا الخطوط دي بشكل عمودي. وبعدين اوصلها للزوال. لأ كده يا مصطر الكلام الشافوي ده. انا عايزة اشوفه بعيني. طب تعالوا نشوفوا كده مع بعض. قال لي هو. ادي المخروض انا رسمه قدامك على الشاشة. هبدأ اعمل ايه? قال لي تعالى كده في المستوى العلو اللي موجود عندك ده. بعد ما اسقط. وصلت المخروض بتاعك للزوال. يعني مادة الخط ده على امتداده لحد ما طلاقة في نقطة. هو لازم يا مصطر يجري في المكان ده? هو لازم يجري في المركز? لا طبعا. حسب المسافة ما بين القاعدة القبرى والقاعدة الصغرى. طب هتعمل ايه? قالت على فوق. يا ترسم نص دايرة مساعد يا ترسم دايرة كاملة. منين وفين? قال لي من المركز اللي موجود اللي انا بشاور عليه بالموز ده? لحد الحرف اللي موجود عندك ده. ممكن ترسم نص دايرة بالشكل اللي قدامك. طيب جميل. وبعدين قال لي قسمها نفس التقسيم اللي انت قسمته في المسقط الافخي. يا مصطر انا ممكن ارسم مسقط من تحت على طول. اه اوكي انا قلت ماشي. لكن انا كده بسهل على نفس شوية باستخدام طريقة الاسقاط المساعدة. هنا انا عملت زاوية الشاطف لو تلاحظ اللي هي زاوية القطع اللي موجودة يعني المخروض ده تقطع بزاوية ميل. الزاوية دي ممكن تكون معلومة على ستين على تلاتين. او موجودة بمقياس من اول الحرف اللي انا بشاور عليه بالموز ده. لحد النهاية السفلة اللي موجودة عندي دي. تمام? ممكن اسهب البرجل وقبرها او حسب نقل الرسم بالابعاد المطلوبة. تكبير مرة ونص او نفس المقاس او ضعف المقاس. خدت البعد بتاعي وخدت زاوية الشاطف. هنبدأ نعمل ايه? هنبدأ نقسم الدايرة. ادي جميل جدا. اروح الناحية تانية اعمل نفس الكلام. ادي زاوية ستين. وادي زاوية تلاتين. مش هتفرق طبعا تلاتين الاول ولا ستين الاول. قسمت كده نص الدايرة اللي موجودة عندي الى ست اقسام متساوية. الخطوة اللي جاية مهمة جدا. ايه هي? قال لي لازم انزل من نقاط التنصيف اللي موجودة او نقاط التأسيم اللي موجودة عندي. وتقاطعها مع نص الدايرة دي. انزل باتجاه عمودي. يعني انزل عمودي على ايه? قال لي على الحفة العليا على الدايرة القبرى اللي موجودة عندي دي. انزل عمودي. اهو. الخط الاحمر بان قدامي اهو. نزلت عمودي تماما على الخط المستقيم الاول. كذلك الحل النقطة التانية. يا مستر انا متعود ارسم ورقم. ما فيش اي مشكلة. رقم زير واحد اتنين لحد رقم ستة. ما فيش اي مشكلة. خط النص نازل. الخط اللي بعديه نفس الكلام اهو نزل في مكانه. الخط اللي بعديه برضو خطه في مكانه. ونزل بالمكان المناسب. انا كده قسمت الفوهة العليا الى ستة اقسام متساوية. وطبعا بيقابلهم من ناحية التانية ستة تانين. هبدأ اعمل ايه? قال لي من نقطة التقسيم اللي انت بتشاور عليها دي اللي انا بشاور عليها بالموس. وصلها لنقطة الزوال. الزوال ده يا مستر? قال لي ده النقطة اللي بتزول عندها القعدة الصغرى. تعالوا نشوف كده. يلا. ادي اول نقطة وصلتها مباشرة لحد مزال القعدة او لنقطة الزوال. طب اللي بعدها قال لي نفس الكلام. تلعت من الزوال لحد هنا. اوعى توصل لحد خط التنصيف. توصيلي لحد الخط المستقيم اللي موجود عندي. جميل جدا. نفس الكلام تاني. النقطة للناحية التانية. نفس الكلام في النقطة الاخيرة. يبقى انا وصلت كل النقط اللي انا نزلت بها عمودي على المستوى بتاع القعدة القبرى. ووصلتها كلها تماما للنقطة الزوال اللي موجودة عندي. طب انت هتعمل ايه يا مستر? قال لي هتقرر نفس الكلام. في طريقة تانية قال لي اه ممكن اوصل او اسقط من التقسيم اللي موجود عندي في الافق ده. اطلع بنقاط التقسيم دي للنقطة دي. ووصلها بعد كده للزوال او القعدة القبرى او القعدة الصغرى. انا بفضل الطريقة دي في الشرح كتير جدا لاني بتوفر لي كتير جدا من المجهود. طب جميل. هتقرر نفس الكلام ده في المسقط ايه? الجانبي. فعلا عملت دايرة مساعدة او نص دايرة مساعدة في الفوهة بتاعة المسقط الجانبي. وهقسمها نفس التقسيم اللي قسمت. تلاتين ستين. وبعدين الناحية التانية ستين تلاتين. قسمت الدايرة لست اقسام. الخطوة اللي بعد كده انا عايز اسمعك. ركز معايا. ممكن تشتغل معايا باستخدام ورقة او قلم كروكي. هبدأ انزل عمودي من نقطة التقسيم على الفوهة او القاعدة القبرى. واحد. ادي اللي بعديها. ادي التانية خط النص نازل طبيعي. ودي اللي بعديها قسمت كده الفوهة الى ست اقسام. يقابلهم ست اقسام في الاتجاه التاني. جميل جدا. هعمل ايه بعد كده? تعال هات الزوال بتاعك اللي هو توصيل الخط ده على امتداده. زائد توصيل الخط ده على امتداد. اهو. ودي الخط التاني توصيله على امتداده. جبت نقطة الزوال اللي في المسقط الجانبي. هكرر نفس العملية مرة تانية. وصل كل النقط اللي موجودة للزوال اللي موجودة عندك. اهو. جميل جدا. كده وصلت كله للزوال. الخطوة اللي بعد كده خطوة مهمة جدا باستخدام المسطرة حرف تيه. شايف نقط اللي انا بشاور عليها او النقط اللي انا بشاور عليها دي. ادي نقطة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وزيرو. او زيرو لحد ستة. او واحد اتنين لحد سبع. ما فيش اي مشكلة. رقم باي طريقة تعجبك. ابدأ بالنقطة الاولانية اللي موجودة عندك دي. اهي. انا بدأت بالنقطة اللي فوق برضو ما فيش اي مشكلة. خدها لحد المسقط الجانبي. انا قلت طبعا في الرسم قبل كده. ان المسقط الجانبي عبارة عن طلاق الخطوط اللي جاية من المسقط الافقي. زائد الخطوط اللي جاية من المسقط الرأسي. اللي جاية من المسقط الافقي طالع. تمام. طالع للرأسي. واللي جاية من الرأسي ماشي للجانبي. واللي جاية من الافقي جاية على خط الانعكاس. بيتقبلوا مع بعض زي ما انا عملت ايدي كده بالزد. يبدأ يديني شكل المسقط الجانبي هيكون شكله عامليي ازاي? يبقى انا عشان نرسل الجانبي بقول ان الجانبي عبارة عن ايه? طلاق الخطوط الي جاي من المسقط الرأسي. الافقية. زي ادي الخطوط اللي جاي من الافقي وطلع على خط الانعكاس عملتلي شكل المسقط الجانبي. طب تقطع ده هيديني المسقط الجانبي بمنتهى السؤولة? قال لي ah تعالى كده نشوف كده مع بعض. قال لي ادي انا عملت اول خط اسقاط جاي من المسقط الرأسي رايح للجانبي. جميل جدا. ادي الخط اللي بعديد التاني. خدت برضو من نقطة التقاطع اللي انا بشاور عليها واضحة كوي كويس جدا اهي. وصلتها للمسقط الجانبي وتقطعت معايا. اهي دي اللي بعدها نفس الكلام اهي. الحاد انتداد اللوحة. واد الخط اللي بعدها كمان من نقطة التقاطع الزوال. مع خط الشطس بتاعي خمسة واربعين او تلاتين ايا كان. خدتها على المسقط الجانبي. حلو قوي. اللي بعدها نفس الكلام اهي. واخر نقطة جبت الخطوط المساعدة اللي من خلالها هبدأ ارسم القطع الناقص اللي بيتوصل في المسقط ده. انا بشتغل بدون تركيم بمنتهى السهولة. بقول الطالب دايما نخلي بالك. ادي اول مقطة اللي هي في المنتصف. اطلع واحدة يمين. واحدة شمال. واللي بعديها كمان. واللي بعديها كمان خط النص. وابدأ ادخل تدريجي هيدي لك شكل القط ايوة تمام. اه دي قبل ما اكمل كلامي شكل القطع الناقص. تمام. تعالي نبص تاني مع بعض اهو. يبقى انا رسمت هنا القطع الناقص. ايه ده يا مستر ده? انت رسمت خطين ليه? قال لي طالما انا عندي الشكل ده مقطوع او مشطوف. وبين بزاوية نيل. يبقى هيبن لي سمك الفوهة بتاعة الشطف اللي موجودة عندي. انا لازلت كل قدامي خطوط مساعدة محبرتش اي حاجة سوى الدايرة دي وسوى المخروط او الفوهة بتاعة المخروط المشطوفة. طيب جميل جدا جدا. يبقى انت كده رسمت زاوية الشطف اللي موجودة عندك اهيه? لو انتهالك عشان تباني. لو المخروط ده مجواف طبعا هلونها بطريقة مختلفة عن كده. لو هو مصمت وجزء ده مغلق طبعا مش هيبان عندي ايه? السمك السمك اللي انا عملته بالشكل هيبان عندي مجرد او خط قطع ناقص موجود بالشكل اللي قدامي. اه دي المسقط الجانبي انا لو انتهولك عشان تشوف شكل وعمل ازاي. وادي المسقط الافقي. انت كده يا مستر رسمت المسقط الرقصي. ورسمت المسقط الجانبي بدون الاستعانة من المسقط بالمسقط الافقي. وانت بتقول ان المسقط الجانبي بتاعك عبارة عن طلاق الخطوط اللي جاية من الرقصي? والخطوط اللي جاية من الافقي ما انا استخدمت افقي مساعد. استخدمت مسقط مساعد في مكانه زي ما انت شايفه قدامك كده. فده سهل الدنيا بشكل كبير جدا. تمام? طيب هسقط الافق ازاي? قال انا عندي الفوهة دي. شايف الشرط اللي انا عملتها طبعا انا بعملهاش كده في اللوحة انا بعملها خط مساعد خفيف. بنزل بنقطة الاسقاط الاولى بداية الشطفة هو هي كده كده موجودة لما اسقطت الفوهة. طيب واللي انت جبتها دي انا مساحتها هي. واللي انت جبتها دي جبتها منين? جبتها من هنا. نزلت على خط المحور اللي موجود اصبح المسافة من هنا اللي هنا مسافة سبتة. طب انا عايزك تجرب حاجة. تعال انا الصفلي ده اندسيا. من اول هنا لحد النهاية اللي موجودة. لأ تاني تاني يا مصطر عشان الطريقة دي جديدة. انا نزلت من هنا. من نقطة الشطف. لحد الخط بتاع التنصيف اللي موجود في المسقط الافقي. خط المحور الافقي اللي موجود عندي. بتقول لي تعالى نصف دي. وتعالى نصف دي. واركز في نقطة التنصيف اللي موجودة هنا. وارسم دايرة هتجيب لك نفس النقط اللي انت لو اسقطها. نفس النقط. لو اسقطت من هنا عمودي. ومن هنا عمودي انا ببسط العملية شوية. يبقى انت لو نصفت الخطين دولة ومجرد رسمت هيجيب لك دايرة اه دي دايرة بتاعة زاوية الشرف. انت جبتها ازاي يا مصطر تاني معلش. تاني. هقول لك تاني. بص معايا. انا عملت ايه? الطريقة التقليدية ان انا بسقط من اول نقطة. وبعدين اسقط تاني نقطة على الخط التاني ده والخط الاحمر التاني واللي بعديها واللي بعديها وبعدين اوصلهم يا دوي اوصلهم باستخدام البرجة الحسب معمل عملية التنصيف. طب جرب الطريقة اللي انا بقول لك عليها دي جميلة جدا. انزل بالنهاية اللي موجودة عندك دي اهي. تمام. على خط المحور الافق اللي موجود. والنهاية الاولى اللي هي كده كده كانت موجودة. جميل جدا. نصف المسافة ما بين خط التنصيف خط النزول ده. وخط النزول الاولة نصفها تنصيف هندسي هتلاقي عندك نقطة. افتح البرجة تنصيف لحد الخارج يمين او شمال. وارسم دايرة عادية اللي انا رسمتها دي. هتلاقي انها جابت لك نفس نقطة التنصيف اللي كانت موجودة. وادي سمك المعدن اللي موجود عندي. يبقى انا كده ادي المسقط الافق. لو تخيلت المخروض ده ادي القعدة هي من هناك سيارة. اه فعلا اهي. الدايرة اللي لها سمك مع الدايرة الداخلية فعلا ارتفاحهم صغير. وادي المسافة دي كبير ادي فعلا ارتفاحهم كبير او مختلف. يبقى انا كده اسقطت المساقط التلاتة للمخروض المشتوف. يبقى زي ما انا شفت شفت قدامي كده عندي المساقط التلاتة للمخروض المشتوف. جميل. المساقط التلاتة للمخروض المشتوف ديت هحتاجها كتير جدا. هحتاجها كتير جدا في الشابوه لو عندي شابوه بتاع ابا جورة. هحتاجها كتير جدا لو عندي انيات ظهور وفيها ربوسيء او زخارف او شكل معين على زاوية اه على زاوية شطف او على زاوية على زاوية ميل برضو ممكن اشتغل بطريقة مشابهة لدي. جميل. يبقى انا عرفت دي قاعدة اساسية هحتاجها. اي ربوسي ايا كان شكله. وانا هوريك مثال دلوقتي. اي ربوسي يعني اي نقش بارز وغائر على سطح المعدن. على سطح المخروض بالذات. اعمله بالطريقة دي هيجي معك بمنتهى السهولة. تعالوا نشوف شكل تاني. هنطبق في القاعدة اللي انا شرحتها لك. واشوف شكل الربوسي يعني عملية النقش البارز والغائر على منتج منفز على مخروط مشتوف. تعالوا كده نشوف مع بعض. يبقى الرسمة كانت قدامي زي ما انا شايفها كده قادي شكل المخروط جميل جدا. هدى ابص على شكل تاني. بيقول لي ايه? المساقط السلاسة للمخروط الناقص المشتوف. ورح مزود لكلمة. وبه ربوسي. عارفين طبعا انت لقا طالب في سنة تالتة عارف يعني ايه ربوسي. هدى ارسم الرسمة هي. اول حاجة رسمتها خط المحور. الافقي. واد الخط الفاصل او المحور اللي موجود ما بين المسقطين. جميل جدا. وبعدين خط الانعكاس. عملت المحور الرأسي بتاعي. وعملت المحور الافقي بتاعي. ممكن لحد هنا ممكن همده لحد التقاطع اللي موجود. جميل. هعمل ايه? نفس الخطوات اللي انا قررتها. والحد رسمت دايرة مساعدة. مشت عايز مخروط? هتديني ابعاده طبعا. ادي القاعدة الكبرى. طب جميل. هقسمها لعدد من الاقسام. بكرر عدد الاقسام اللي موجودين عندي لازم يكونوا حسب عدد الربوسيه. لأ قول تاني يا مستر. انا عندي ربوسيه يا جماعة. ربوسيه ممكن يبقى تمانية في الدايرة. ممكن يبقى اتناشر في الدايرة. ممكن يبقى ستاشر. فانا دايما بحاول اقسم الدايرة بتاعتي تبقى لعدد الربوسيه اللي موجود عشان ما اعملش تقسيم كتير. يعني عندي عدد الربوسيه اللي موجود. تلاتة في الربع يعني اتناشر في الدايرة. يبقى انت لازم تقسم الدايرة بتاعتك اتناشر كخطوط مساعدة لرسم المخروط. عشان ما اتنعبش نفسك. انت عندك الربع بتاعك فيه اربعة ربس يه peng Art يعني الدايرة فيها الستاشر. ربعة فاربعة مستاشر يبقى انت تقسم الخطوط المساعدة. ما تاخدش قاعدة سابتة اتناشر على طول. لا افرض الربوسين عندك تمانية في اه نص يعني الربع اربعة. اربعة فاربعة فاربعة بستاشر يبقى تقسم الدايرة بتاعتك طبقا لاعدد الربوسين اللي موجودة عندك. ده هيساعدني كتير جدا ان انا اعرف ارسم بمنتهى السهولة. طيب نرجع تاني للوحة ونشوف هنعمل ايه? قادي اللوحة قدامي. رسمت المساقط التلاتة اللي موجودة عندي. بدأت قسم الدايرة طبعا هاجر شوية لان الخطوات دي اتكررت معايا. هبدأ قسم الدايرة زي ما انا شايف كده. خط خط الارض اللي موجود. تمام? تلعت بالارتفاع بتاعي. قادي الارتفاع التاني. تمام? رسمت الدايرة الحقيقية الصغرى. اسقطت الدايرة في مكانها. اسقطت الدايرة التانية في مكانها. جميل جدا. رسمت المخروض بتاعي منتهى السهولة. حلو قوي. ورسمت المخروض في المسقط الجانبي. جميل. كل ده انا عارفه ودرسته في سنة اولى مش في سنة تانية كمان. في سنة اولى. حلو. طيب. وبعدين. قال لي تعالى نوصل للزوال. ما تعلمناها قبل كده. قادي الزوال بتاعي. يعني انت هتطبق الطريقة يا مستر اللي انت قلت عليها. وترسم لي ربوسي هنا في المكان ده طبعا معايا التصميم. او معايا ماشق بنقل منه. اه دي نص الدايرة او الدايرة الكاملة. محتاج نص بس. يعني لو رسمت نص البرنامج انا مساعدنيش. لكن لو رسمت نص دايرة بس كفاية. هقسم نفس نص الدايرة دي عدد الاقسام. ادي زاوية الشاطف اللي انا نقلتها في مكانها حسب البعد او حسب زاوية الميل. هقسم الدايرة بتاعتي لو انتهالك هقسم الدايرة ادي تلاتين. ستين ستين تلاتين. جميل جدا. الخطوة اللي بعد كده نزلت عمودي جميل اهو. اللي بعديها عمودي. اللي بعديها نفس الكلام. كذلك نفس الكلام. وصل كل النقط دي للزوال. يلا بسرعة اهي. عملتها مع بعض اهو. انت لو معك ورق او قلم دلوقتي ابدأ اعمل عملية تكريك ارسمها كروكي. عشان تتعلم الخطوات وادكت الضبط كتكريك او كرسم خر بدون استخدام الادوات. جميل جدا. هروح على مسقط الجانبي اهو. نفس الكلام. ارسم لي نص دايرة. قلت برضو البرنارج مساعدني ان انا مش مساعدني ان انا ارسم نص دايرة. فرسمت دايرة. تمام. ارسم لي نص دايرة انت بالبرجل سهلة. جميل جدا. طب هتعمل ايه? قال لي قسمها برضو نفس التقسيم اتناشر او ستاشر حسب الروسية. انزل عمودي من كل نقطة من دول. ادي اتنين. خط النص نازل طبيعي. اللي بعدها اهي. اللي بعدها انا بشاور عليها. جميل جدا. وصل للزوال. ادي الزوال بتاعي. تمام. هتلاقي الزوال هنا زي الزوال هنا تمام. نفس الارتفاع. وبعدين قال لي وصل كل نقطة من دولة لنقطة الزوال اللي موجودة عندك. اهي. خلاص. طيب. جميل جدا. اهي اول خط اسقاط موجود عندي. من نقطة التقاطع بتاع زوية الشطف. مع الخط اللي جاي من الزوال. خدوا كده خط افقي. واللي بعديه واللي بعديه واللي boiled. تعالى هتا شوف كدا? اهو. ادي اللي بعديه نفس الكلام من نفس النقطة. ادي النقطة اللي بعديها اهي. ادي النقطة اللي بعديها كمان. اهيه كمان في مكانها. اخر واحدة اسقط هم بشكل افقي في مكانهم بالشكل اللي واضح قدامي. حلو اوato تبالى. طيب هعمل ايه بعد كده? قال لي ادير فوه هل انا رسمته المرة اللي فات. ما هو انا كده بتكرر نفس العملية. لأ. انا هبدأ واريك لو انا عايز اعمل روبوسيه في المكان ده هعمل ايه? ايه دي طبعا لو انتهى لك عشان تشوف شكلها. واده المسقط الجانبي اللي موجود عندي خلصته الاول. انا لو عندي روبوسيه في المكان ده هعمل ايه? قال لي تعالى الاول اسقط لفوها المشتوفة. ما هو انت انت عندك مخروط مشتوف. المخروط ده عليه روبوسيه مع زاوية الشطف اللي موجودة عندي. فرسمت البيضاوي او مش بيضاوي قطع ناقص اللي موجود عندي. واسقطت النهاية في مكانها. والنهاية التانية في مكانها. ورسمت دايرة بالسمك بتاعها. حلو قوي الكلام ده. تعالوا بقى نشوف روبوسيه. قال لي لو انت عندك روبوسيه ما بين خط الشطف ده? وما بين القوس هورولك تاني. شايف القوس اللي انا هرسمه هنا? اهو. ما بين خط الشطف اللي موجودة عندي ده? وما بين القوس اللي رسمته عندي هنا داخل التأسيمات اللي موجودة عندي وحدات روبوسيه. طيب ما مستخدمه خلاص. ما هي دلوقتي كل اللي علي ان انا هرسم داخل المساحة دي. داخل كل مساحة من دولة ازا كان مستقيم او في فسطونة هنا في المكان ده هبدأ ارسمه مجرد رسم عادي. بس قبل ما ارسم ده تعالوا نسقط الكرف ده او المنحنة ده في مكان. كل نقطة بتتقاطع من الكرف ده مع الخطوط اللي جاية مع الزاوال دي. دي جات معدي بالصدفة مفيش مشكلة. ودي ودي اسقطهم في المسقط الجانبي اهم انا عملتهم لك اهم. كل نقطة من هنا اخدها على المسقط الجانبي وتقاطعها. اللي بعدها الاخيرة جميل جدا. هشتغل بنفس المبدأ يا جماعة. ايه هو المبدأ? بيقول لي اول واحدة في النص. اللي بعدها اطلع واحدة. اللي بعدها اطلع كمان دور. اللي بعدها اطلع على خط النص. وابدأ اعملي شكل قطع ناقص او شكل دايرة منبعجة. اهي. اه دي الكيرف اللي انا عملته عملته خفيف عشان كيرف ومساعد. ادي الكيرف اللي انا رسمته. رسمته خفيف عشان هو كيرف ومساعد قدامي. انا هحبره بعد شوية وهورهو لك. ودي الكيرف السوفلي برضو نفس الكلام. انا بشهولك عليه. ده النص التحتاني ده. لو عامل زي السبعة ده. ده نص مختفي. اما النص اللي فوق ده هيكون حقيقي قدام عيني. لان اول ما بسط على الجانبي بسط من هنا. فشفت الخط الاول ده هو الحقيقي. وبعدين اللي بعديه اتنين. واللي بعديه تلاتة اللي هو خط اللي في النص. واللي بعديه يبقى شفت الكيرف الاولاني. التمانية اللي فوق اللي هي على شكل القوص دي. حقيقية. طب تيجي نلون يا مستر عشان انا كده مش شايف. انا عايزك تشاور لي او توريني شكل الربوسيه هيكون عامل ازاي. هبدأ اوريك الربوسيه اهو. ادي اول وحدة رسمته تاني. ادي اول وحدة لو انتهالك في مكانها عشان اوريك شكل النقش البارز والغائر. لأ مش شايفها. كبرها شوية اولين لجنبيها. اهي. تمام. برافو عليك. اهي. وهنا كمان نفس الكلام. هعمل فسطونة بمسطرة المنحنيات او مسطرة الدوائر. وتحت عالكيرف اللي موجود عندي اهي. عملتها بالشكل ده ادي وحدة الربوسيه او الفسطونة التانية لو انتها وبينتها بشكلها. ادي الوحدة اللي بعديها. ادي الوحدة التانية. اهي. ممكن اخد ديه بعد يوم? ماشي. مفيش اي مشكلة بالنسبالي. يبقى انا كده رسمت المسقط الرأسي وبينت وحدات الربوسيه. الجزء اللي انا رسمته ده انا بحتاجه في الابليك. ممكن اعكس الرسمة دي وقلبها. وخلي القاعدة بتاعتها بشكل والقاعدة التانية بشكل تاني. يعني القاعدة الصغيرة فوق. والقاعدة الكبيرة تحت. واوصل لشابوب تقبجورة وغير النسب بتاعتها والابعاد. مفيش اي مشكلة بالنسبالي. طب تعالوا وصل يا مستر لو سمحت وصل لنا لماسقط الجانبية عشان نشوفه. طب تعالوا نشوفه كده. ادي اول وحدة روبوسيه انا بينتها لك قدامك بينا بالشكل ده. ادي التانية انا لو انتهالك اهي على الكرف ده فقط لا غير. انا قلت لك الكرف ده الحقيقي. اللي انا بشاور عيب الموس اهو. اهو هنا في المكان ده. هنا الكرف اللي فوق ده هو الحقيقي. التمانية اللي فوق. افتكر كده او القصر اللي فوق. يبقى انت هتوصل لحد هنا. من هنا لحد فوق. لحد الفوهة. اهي. واللي جنبيها نفس الكلام. عملت لك اللي برق ما فيش اي مشكلة. طيب ودي كمان نفس الكلام. اهي. ودي كمان نفس الكلاء اهو. يبقى انا كده رسمت الربوسية في المسقط الجانبي بمنتهى السهولة. كل اللي عليا انا مش عاملهو لك. كل اللي عليا ان انت تبدأ تسقط المسقط الافقي. طب يا مستر انا اسقطه ازاي? قال المنتهى السهولة. اول نقطة عندك اهي من ربوسية? اسقطها في مكانها على خط النص. اللي بعديها الخط التاني والخط التاني. فوق وتحت. اللي بعديها الخط التالت فوق وتحت. طيب يا مستر انا فهمت الطريقة. طيب اللي في النص دي هتعمل فيها ايه? قال اللي في النص دي هتخدها على خط الاسقاط الافقي. ركز بقى معايا. ركز معا ما تسرحش. من اول خط النص اللي موجود عندي ده لحد برة اسهب البرجل. يمين او شمال يعني من هنا لهنا. او من هنا لناحية الشمال. واسهلي فوق وتحت. هتطلع عندك الرسمة خط الاسقاط بتاعك ووصله هيجيب لك دايرة اللي موجودة عندي بمنتهى السهولة. طيب. هنا هترسم ايه يا مستر? قال لنا هنا هرسم بقى الاستوانة المشطوفة. تعالوا كده نشوف مع بعض الاستوانة لان من الاشكال اللي تتكرر معايا. الاستوانة عبارة عن جسم. له قاعدتين. قاعدة عليا وقاعدة سفلة. القاعدتين متساويتين. يعني في المسقط الافق بيظهر عندي مسقط لديرة واحدة فقط لا غير. في المخروط لما جيت اتكلمت قلت لك خلي بالك. المخروط كانت القاعدة عندي القاعدة القبرى بتبان وبعدين القاعدة الصغرى او حسب الاسقاط اللي موجود. اما في المخروط لا ده هي ديرة واحدة انا برسم من خلال الدايرة دي برسم فقط اسقاطي للقاعدة السفلة والقاعدة العليا. يبقى انا كده رسمت القاعدة بتاعتي. ولو هي اعلى حاجة في الرسم رسمتها في مكانها وحبرتها ودتها السمك بتاعي. هعمل نفس الطريقة. هقسمها العدد من الاقسام المتساوية. الاقسام دي لازم تساوي او تكون نفس عدد اقسام الربوسين. لأ تاني. الاقسام اللي انت هتقسمها دي تلاتين ستين تلاتين ستين. طبعا طالب تلتا فهمني كويس جدا. هتكون هي نفس عدد الربوسين اللي موجود عندك جميل جدا. طب تعالي بقى نسقطها. من هنا اسقطت القاعدة الكبرى وكذلك القاعدة الصغرى. ما الخط وصل من تحت الحد فوق. جميل. واخدت الخط الجانبي في مكانه. واخدت خط الارض في مكانه. اسقطت الاستوانة. شايف المستطيل ده? هو ده اسقط للاستوانة. الاستوانة بتبان في المسقط الرأسي ايه? مستطيل. ما فيهاش اي مشكلة بالنسبة لي. هجيب المسقط الجانبي. اه دي الخطوط اللي جاية من المسقط الجانبي كده. اهي اسقطها تحت في تاني. اهي من هنا. اهي تكت. جت للنقطة بتاعتي فين? على خط الانعكاس. هبدأ اطلع بيها في المسقط الجانبي. حلو الكلام. طيب وبعدين تعال اسقط النقطة التانية اللي تحت. واطلع بيها في مكانها. جميل اهي. جاب للمستطيل التاني اللي موجود عندي. يمكن فيه خطوط موجودة مسابقة شوية. لكن هو ده دي المساقط التلاتة الاستوانة. ايه ده يا مستر? هو انت هتعمل نفس الطريقة بتاعة المخروط? اه. بس مش هوصل للزوال. انا هوصل بخطوط عمودية عادية خلص. عملت نص دايرة او دايرة? هقسمها نفس العدد ادي الرأسي ودي الجانبي عملت فيه نفس الكلام. الرأسي ودي الجانبي عملت فيه ايه نفس الكلام? قسم هذه. اهي. طبعا انا عارف تلاتين ستيني. وقسم للتاني برضو تلاتين ستيني اهو. جميل جدا. انزل بالخطوط دي يا عمودي. طب يا مستر انا اتعلمت قبل كده وانت شرحت لي برضو قبل كده ان انا ممكن انزل اواخد من الافق اللي موجود عندي ده. واطلع على طولة جيب المسقط بتاعي. ما انا بقول لك بقى انا النهاردة بقول لك بقى انا النهاردة بحل مشكلة ان الرسمة دي تبقى في نهاية لوحة طويلة. فانا باضطر ان انا اعمل مسقط مساعد هنا عشان يقرب لي عملية الاسقاط. بدى المسقط من المسقط الافقي تحت. وامشي التلاتين سنتي دولة كلهم بالمسطرة والمسلس واحتمالي الميل وارد ان المسلس يميل مني او القلم يتعوج مني وانا شغال فده ممكن يحصل معايا. قال لي لأ انا ممكن انا بفضل الطريقة دي. في طولة طبعا كتير جدا. يبقى انت لو هتشتغل من تحت خالص من المسقط الافقي من الدايرة بتاعت الافقي. وتطلع تماما لحد المسقط الرأسي. ما فيش اي مشكلة. بس لو المسلس صغير هيدايقك شوية. سليمة ما فيش اي مشكلة. لكن هيدايقك. فانا الاسهل بالنسبة لي ان انا بفضلك طريقة رأس. اجربها برضو. واللي انت تفضلها دي صح ودي صح. ان انت ترسم نص دايرة مساعدة للاجزاء المشتوفة. وتبدأ تقسمها عدد التقسيم المساعد اللي موجود عندك. كل ما كان عدد الاقسام بالزاد في الكيرفات او المنحنيات الحرة. كان عدد التقسيم اكبر. كل ما كان الخط المساعد دها هيكون في المسقط الجانب الكيرف المستريح جدا. ونقطة التوصيل بتقول لي بتقول لي وصل الاولانية بالتانية. والتالتة. اكني بالزبط بقول لطالب كيجيز زغير خالص. تعال علمك ازاي تكتب الف عن طريق النقطة دي جنب النقطة دي جنب النقطة دي ترسم لك الف وبه. انا نفس الكلام. نتيجة الخطوط اللي انا بعملها مساعدة بتقول لك انت وصل الاولى بالتانية بتلاتة باربعة بخمسة هيطلع لك المسقط الجانبي بمنتهى السهولة بدون اي مشاكل. يبقى انا لو استخدمت الاسقاط المساعد ورسمت نص دايرة فوق بتسهل لي. طب يا مستر انا متعود في مدرستي ان انا برسم دايرة تحت وقسمها عدد من اكثر واطلع من المسقط الافقي لحد صح مية في المية. مفاش اي اختلافات. يبقى ده ده صح وده صح. الطريقة اللي اتفضلها اشتغل بيها. ده اسم الاسقاط المساعد. الطريقة التانية اللي انت بتقسم المسقط سليمة مية في المية. الطريقة اللي انا بشرحها برضو سليمة مية في المية. يبقى انا قسمت المسقط الافقي كده قدامي هم. وقسمت المسقط الرأسي كاسقاط مساعد وخصوصا لو الارتفاع عندي كبير جدا. هبدأ اعمل ايه? هبدأ انزل عمودي تماما. اهو اهو اسقط من تحت. كل نقطة من دولة اسقطها في مكانها. اهو. زي ما انا شايف على الشاشة كده قدامي. تمام? هبدأ اسقط نقطة نقطة من النقطة اللي موجودة. بص معي على الشاشة كده هتعرف ان انا باسقط ازاي. تمام? يبقى انا كده اسقطت النقطة التانية ورها لك اهي? تاني قسمت المسقط الجانبية. بدأت اسقط نقطة نقطة من النقطة اللي موجودة عندي اهي? اهي? او اسقطها من تحت برضو الاتنين صح ما فيش اي مشكلة بالنسبالي. تمام? رسمت الاسقط اللي موجود. جميل. ادي المسقط الجانبية. تعلم نقطة الاسقط دي مرورا بنقطة التانية. اطلع المسقط الجانبية. حلو. اللي بعديها نفس الكلام. واطلع بها لحد فوق. يا مستر ما انا ممكن اخدها من هنا اما انا قلت الكلام ده من البداية. لو الاسقاط عندي طويل خدها مباشرة. يبقى انا هسقط كل النقاط اللي موجودة عندي اهل. ايه دي الاستوانة المشتوفة لو انتهالك وحبرتها لك عشان تبقى عارف شكلها هيكون ازاي في المسقط الرأسي. طيب انا عايز اجيبها في المسقط الجانبي للشكل البيضوي اللي احنا بنرسمه في المدرسة ده اجيبه ازاي? قال ادي اول نقطة اسقاط خدها عالجانبي. واللي بعديها عالجانبي وهكزا. لأ انا عايز اشوفها اهي. ادي اول نقطة اسقاط من نقطة بداية خط الشطف اللي موجود عندي ده. تمام? خدتها لحد الخط بتاع المسقط الجانبي. خد اللي بعديها. اللي بعديها كمان. اللي بعديها كمان. جميل جدا. خدت كل الخطوط تمام? ادي الخطوط بتاعتك. تعال اوصل لي اول نقطة في النص في المنتصف. اللي بعدها يمين ويشمل فوق كمان درجة. اللي بعديها يمين وشمال كمان درجة. هتلاقي شكل القطع الناقص عندك بيقول لي تعالى وصلني ببعضي او وصلني كده واعمل لي شكل القطع الناقص ده. لو المصورة دي مفراغة يعني بيت شامعة مسلا. يبقى انت هتعمل لها ايه? الصمك طبعا صمك زي ما انا عملت كده خطين الصمك اهوريها لك تانية اهيه? زي ما انا عملت عندي ايه? خطين الصمك. وادي الاستوان انا لو انتهى لك عشان تبقى شايفها كويس جدا شكلها شبه المنظور. وادي المسقط الافقي لو نلاحظ انا عمله برضو صمك في المسقط الافقي. طب يا مستر انت مرسمتش اسقاط المسقط الافقي. ما هي الاستوانة طالما ليها قاعدة واحدة او قاعدتها العليا منطبقة تماما على القاعدة الصغرى فتظهر عندي دايرة واحدة بس في المسقط الافقي زي ما انا شايف. طيب بيجي في العمل يقول لي ايه? او بيجي في النظر يقول لي تعالى لو سمحت انا عايزك تعمل لي افراد للاستوانة. انا عايزك تعمل لي بترون. تفكي لي الاستوانة دي. لو هي شريط وخصوصا لو عليها شغل زخارف. لو عليها تصميمات. انا عايزك تعمل لي التفصيلة بتاعتها بالمقاس اللي انت رسمه ده. هتعمل ايه? قال لي اول خطوة انا بعدت خط مساعد بالشكل ده. وبعدين خدت قسم واحد من دولة. من التقسيم اللي انا عملته من الافقي او من رأسي عادي. دولة دولة ستة يعني اتناشر قررهم اتناشر مرة. ادي واحدة. يبقى انا دي سفر. ادي اول واحدة واحد. اتنين. تلاتة. هبدأ اقرر لحد ما اوصل لاتناشر قسم. معايا كده. يبقى انا بقرر. المقاس اللي انت فتحته ده قد يا مستر تاني او سمحت اقول لي عشان اصرحت. المقاس بتاعي هو مقاس القسم الاولاني اللي موجود عندي ده. طيب جميل. يبقى انا عملت الاقسام بتاعتي اهيه? قسمتها. هبدأ اعمل ايه? شاف الخط اللي انا وصلته? لأ معلش تمسحه تاني اهو. ادي اول نقطة اسقاط. خد النقطة الاولانية خالص على المحور. اول دور. اطلع الدور اللي بعديه او السنة اللي بعديها. وكمان الدور اللي بعديها. وكمان لحد ما توصل لخط النص هيوصل للقمة. ابدأ انزل تدريج نقطة اللي بعديها. طب تعلم بص عليها كده لما وصلها? اهي. اهي. بوصل اولانية. بالتانية بالتالتة وهكزا عملت شكل المنحنة بتاع الشكل بتاعي. انا مش شايفه مستر لونولي كده عشان اشوفه. اهو. يبقى ده الشكل بتاع المنحنة. انت هتقص من هنا? لأ طبعا. انا عندي افراضي. ده اكسر ارتفاع. اخر الارتفاع بتاع الخط اللي انا بشاور عليه باستخدام الموز ده. اهو. اهو. لونت لك الرسمة كلها على بعضها. يبقى الخط اللي في النص اللي انا جايبه ده طبعا عشان برنامج داور بوينت فمش مزبط معايا قوي خط التلوين. لكن الرسمة دي كلها على بعضها هي عبارة عن افراد الاستوانة اللي موجود عندي. طيب جميل. هنا هتكلم على ايه بقى? هبدأ اتكلم على الجزء التاني من حلقتي وهو القطاعات المعدنية. يعني ايه قطاع معدني? كتير جدا من الطلبة بيفضل سنين كتير مش متخيل يعني ايه قطاع معدني? قطاع معدني يعني انا بقطع الرسمة بتخيل ان انا مش بقطعها بالفعل. بتخيل ان انا بقطع الرسمة في مستوى رأسي. قال لي المستوى رأسي بتاعي ايدي هي? ايدي هي عبارة عن استوانة. جت ايدي كده ورحت قطعها نصين. وشلت النص القداماني ده ورحت مخبيه. شلت خالص. وبصيت على الرسمة من الداخل. لو انا جت مج كوباية. وقطعتها نصين هشوف ايه? قال لي هتشوف السمك بتاع الكوباية اللي ناحية اليمين. والسمك بتاع الاعداء بتاع الكوباية اللي هيبقى قدامك. والسمك للناحية التانية تماما. ولوليها يد والمنشور عادة فيها في التخيل طبعا. هشوف قطع الايد دي او الايد دي لما تقطعت وبان سمكها ونوع الخامة اللي انا مستخدمها في القطاع. طب بتعمل القطاع ليه? عشان توضح حاجة اسمها التركيب الصناعية. يعني ازاي المنتج ده وصلته مع بعضه. ازاي قدرت انا انا اعمل اباجورة ووصلها سلك الكهرباء من غير ما اشوفه بعيني. ازاي اعمل نجفة? وازاي الاسلك ماشي جوه النجفة? وازاي اوصلها? وازاي ان انا اتحكم فيها? وازاي لو عندي مسلا اه اباجورة مكتب متحركة بقدر اقدمها لقدام وحركها الورا وسلك الكهرباء. كل ده المفروض ان انا بشوفه في الرسم من غير ما اتكلم من الرسم. لغة تقرأ ولا تكتب. تعالوا نشوف كده مع بعض شكل القطاعات. هنا انا مسول لك مجموعة من القطاعات اللي موجودة عندي. انا هنا شايف ايه? شايف هنا كده شكل منتج انا رسمه يدوي. ده الشغل ده شغل يدوي. رسم لك مسلا قعدة اه اباجورة وفيها بلية خراطة وفيها جزء مجموع متركب عليه جزء مجموع تاني. وطبعا الجزء اللي فوق ده عبارة عن ايه? قلي بلية خراطة. حلو او الكلام. انا عايز اقطع ده في مستوى افق رأسي في مستوى رأسي عشان خاطر اشوف التركيب الصناعي اهو متركب ازاي من جوه. فقال لي اول حاجة بص للرسمة اللي جنبها كده انا عملت ايه? لما قطعت ده ده عامل زي الطبق. طبق هو طبق جزء مجموع. ظهر عندي السمك اهو بالشكل ده. والسمك ماشي بنفس التخانة بنفس التخانة لحد ما وصل لنهاية الجسد زي ما انا بشاور قدامك اهو. وصل لنفس الشكل تماما. جميل جدا. طيب وايه كمان? قال لي ده جزء مجموع تاني اهو. وده طبعا راس ما هنا ما كيفش باينة. وده جزء راكب وعامل زي العلبة والتلبيس او علبة وغطاها. وربط الاجزاء دي كلها مع بعضها باستخدام حاجة اسمها تيش. التيش ده انا هورهه لك دلوقتي صور لي. التيش ده عبارة عن حاجة عاملة زي المصمار. بتقدر انها تربط جوة البلية البلية اللي هي الجزء المصمت اللي انا مهشاره ده. مع الصمولة الصفلة اللي موجودة عندي دي. فسبت الاجزاء دي كلها مع بعضها باستخدام التيش المصمت. جميل. طيب اللي انت رسمه تحت يا مستر ده. قال لي ده قطاع لشكل النبل. النبل ده من ضمن الاشكال او الاشياء اللي باستخدمها في وسائل الاضاءة. طب اللي انت قطعه هنا يا مستر ده. ده ايه ده? اللي انت بتشارعه بالموز ده. قال لي ده شكل عبارة عن بلية. انا رسمها لك بالمنظور. عشان تتخيلها لو هي فعلا حقيقية وانا قطعتها بالمنشور. ايه اللي حصل? ظهر عندي البلية هي? ادي المسقط بتاعها فوقيها. والمسقط انا حولته الاقطاع ادي المسقط هو. حولته الاقطاع بالشكل اللي قدامي ده. حولته هنا الاقطاع منظوري. وهدي شكل اسنان الالوز او الالوزة اللي موجودة داخلية اللي بتبين لي شكل البلية بالشكل اللي قدام. طيب جميل جدا. تعالوا شوف حاجة تانية? تعالوا كده نشوف مع بعض حاجة تانية. هنا بيوريني هو بقى بعض الاشكال المعدنية الحقيقية اللي من خلالها اقدر اقوم بعملية التوصيل. هنا جاي باستوانة او مصورة. اسمها طبعا في الرسم استوانة. متركب فيها نبل من اعلى ونبل من اسفل عشان عملية اه التوصيل. طبعا النبل ده بيكون مقاسه ثابت على طول بيبقى عشرة ملي تقريبا عشان خاطر اركبه اوصله بالدواية اللي هي فيها فتحة برضو قطرها ثابت عشرة ملي يعني واحد سنتي تقريبا. طب هنا نشوف ايه كده مع بعض? قال تعالوا بقبص معايا. هنا بعض الرسومات انا رسمها لك باستخدام بردامج جيت هنا كده قادي شكل المنتج الاولاني. انا عايز اقول لك ان القطاع ده كل طالب ليه مقدرة على التخيل مختلف عن التاني. يعني الرسمة الاولانية اللي فوق في الشمال دي اللي انا بشاول عليها بالماوس دي ده شكل الاعدة معمولة باستخدام طريقة الجمع. اه دي شكل الاعدة هي. لو انا بصيت لشكل الاعدة ديت وقطعتها بس مجرد ما هبص لها هلأ انها لو مجوفة هلأ انها سمكة يمين وشمال اهو. اهو. زي ما بين كده هوريلك في رسمة تاني. طيب. لو جي في المواصفات وقال للاعدة دي مصنوعة من اللداء او مصنوعة من الخشب. يعني المنتج ده مصنوع من خامة مصمطة زي ما انا رسم تحت كده. قال لي اول حاجة بعملها اول ما ببدأ بعمل صقب في الداخل بالشكل ده. طبعا في الرسم وكذلك بنفزها في الورشة في العمل. وبعدين اعمله هنا تفريز يعني بعمل هنا صقب تاني اوسع. ايه فايدة التفريز اللي انت عامله ده? قال لي فايدة التفريز ده. بيكون مكان بيستريح فيه المصمار اللي انا بشاور عليه تحت ده راس المصمار او اتيشه الصمولة عشان المنتج ما يتهزش وانا بسبته. يبقى مكان او تبييته او مكان هسبت فيه موضحه هنا اهو. هسبت فيه مكان المشغولة او هسبت فيه راس المصمار او الالووز او الصمولة بتاعتي عشان خاطر المنتج ليبقى مستقيم تماما. هنا انا عملت عملية تهشير للدائن باستخدام خط تهشير على خمسة واربعين. خط متصل وخط شرط عشان يبيني نوع الخامة اللي موجودة عندي. هنا بينتلك المنتج اهو ومستخدم تيش مجوف. هنا شكل المنتج ومستخدم تيش مصمت. موتيش المجوف ده عشان اوصل منه الكهرباء. طب والمصمت قال لي لو هشتغل في شمعدان او هشتغل في آآ قانية زهوف مش محتاج ان انا عمل تيش مجوف. هنا هرسم لك انا باستخدام الاوتوكا ده هم. شكل النبل ده منظور لشكل النبل لما قطعه هو عبارة عن حاجة عاملة زي الصمولة او زي الوردة كده ليها سمك كبير. ومديها ايه تهشير. ممكن تبقى مصدسة ممكن تبقى لاتة زي اللي تحت دي واربطها مصمار. ممكن استخدم مصامير باطول واشكال مختلفة. ممكن استخدم مصمار زي اللي موجود شكله او مرسوم قدامي بالشكل ده. طبعا مصمت فمهشره اربطه مع بلية او اربطه مع صمولة. ممكن استخدم النبل اللي موجود عندي. كل دي وسائل من وسائل التزبيت. ادي هنا اول صورة حقيقية لشكل النبل اللي موجود عندي. ادي شكل النبل اهو. آآ اه معلش شكل التيش انا غلطت كده شكل التيش. التيش ده عبارة عن ايه? قال لي عبارة عن حاجة زي المصمار بدون رأس. يبقى التيش اللي قدامي باكد تاني المعلومة. التيش اللي قدامي كده عبارة عن ايه? عام زي المصمار بس من غير الرأس. بيكون ليه قطر بيبدأ من اتنين ملي تلاتة اربعة زي ما انا عايز بوصل بشكل المنتج. جميل. طيب نشوف هنا كده طيب. هنا قال لي ادي اشكال التيش باكتار مختلفة. ادي تيش رفيع طخين. طبعا ده بيبقى طوله موجود في السوق بيبقى تلاتة متر او اتنين متر ونص. وانا بقطعه حسب اه شكل المنتج او حسب المنتج اللي انا محتاجه. يبقى التيش ده من وسائل الرابط اللي بستخدمها في تثبيت المنتجات المعدنية في الغالب اللي مش هيعدي منها اضاءة. كهرباء يعني. طيب جميل. نخش على اللي بعديها ادي شكل التيش تاني بوره لك بشكل تاني. ادي اشكال واكتار مختلفة لشكل التيش اللي موجود عندي. هنا نوريك بعض اشكال المصمار. طبعا كل المصامير مدورة او الصاج بتاعها مدور. الا ان شكل رأس المصمار ممكن يبقى عبارة عن نص دايرة. ممكن يبقى سطواني. ممكن يبقى مخروطي. طبعا انا بختار المصمار المناسب لنوع المنتج. وكذلك ليه اقطار كتير جدا بتبدأ من اتنين ميلي او اقل كمان لحد اي نوع من انواع الاقطار اللي انا محتاجها في عملية التثبيت. ادي شكل المصمار في القطاع. اشكال كتير جدا من المصامير. موريني شكل المصمار اهو باشكال كتير هنا رأس مسدسة هنا رأس مصديرة مخروطية رأس استوانية وهكذا انواع كتير جدا ومبين لي شكل المسقط الافقي اللي بين عندي في الرسمة زي ما احنا شايفين. اه دي النبل اللي كتير من الطلبة بيسمع الكلمة دي واول مرة ازا ما كانش عمله او نفزه في العمل ما شافهوش حقيقي فعلا قدامه. عبارة عن ايه? اللي عبارة عن شكل سداسي ازا حاجة عمل زي السامولة كده خارج منها جزء استواني معموله الواثة خارجية. دايما بيكون الجزء العلوي اللي انا بشاور عليه ده بيكون كتره قد ايه? اللي بيكون كتره عشرة ملي. ليه? عشان جميع الدواية بتاعت التثبيت دواية بتاعت اللمبة بتكون في الغالب كترها عشرة ملي. يبقى ده الشكل قدامي ده عبارة عن ايه? النبل برافو عليك خليك مركز مش عايزك تسرخ معي. هنا بيوريني شكل يمكن هنا واضحة شوية. بيوريني شكل النبل اللي قدامي اهو. يا مصر انت الرسمة اللي فوتت كان النبل اه من هنا مسدس. ما احنا قلنا ان انا ممكن اعمله باي شكل من الاشكال. ادي نبل شكله دائري ملفوف. وادي برضو استقر في الاخر ان هو فوق في اعلى جزء مصنوع من اه معمول له عملية الواظة ومصنوع من اسطوانة معمول لها الواظة خارجية. ادي متركب على نحاس متركب على معدن تاني ابيض. متركب على حديد. حسب الخامة مركب النبل. طبعا هنا اقدر سبت اللي انا عايز سبته ويمر السلك بمنتهى السهولة من داخل الفتحة اللي موجودة عندي دي. دي طبعا بعض الاكسيسوري او بعض الصورات الحديثة اللي بستخدمها في وسائل الاضاءة. وخصوصا الابجرات والابليك المتحركة. دي موجودة حاليا في الاسواق بقدر ان انا استخدمها. شبيهة بالنبل اللي حد كبير. فيها فتحات زي اللي انا بشاور عليها دي. بيخش من خلالها اهي. بيخش من خلالها سلك القهربة. وبقدر اثبت المعدن او بثبت المشغولة في المكان ده. واربط هنا الصمولة معتيش تاني وهكذا اقدر اثبت المنتج. ايه دي شكل اوضح شوية. لشكل المنتج بتاعي. اللي من خلاله اللي باشتريه جاهز طبعا وبثبته عشان او بركبه داخل المشغولة عشان تديني حرقة لشكل مسلا شابو اباجورة متحرك. او عاكس بتاع آآ نجفة او قابليك اقدر احرقه يمين وشمال بشكل معين. جميل. ادي شكل تاني اهو. تمام? ادي اشكال كتير جدا للقطاعات ومديني المقاسات بتاعتها. ادي شكل النبل التاني بيوش اوارلي عليه. وبيقول لي انا بلحمه في المنتج بالشكل اللي قدامي او بالمواصفات اللي موجودة عندي. بص كده معايا. هنا اوريك بعد شكل المنتجات على برنامج موريك شكل رسم المصمار بالشكل الواضح قدامي زي ما انا شايفه كده. اهو ايوة تمام قربتوا لك وعشان تشوفهم. بيبقى خط داخلين. ومعمول له تشير. هنا انا بعمل ايه? قال لي بقولك بص المصمار لما بعمل له قطاع. بص هنا لما برسم المصمار ده. وبعمل له قطاع واشوف الصمولة بتاعته ركبة ازاي? الصمولة معمول لها الوازة داخلية. والمصمار معمول له الوازة خارجية. الالوازة على فكرة ممكن اعملها زجزاج. وممكن اعملها شرط بالشكل اللي انا شايفه قدامي ده. اه دي تاني رميت لك النبل اهو عشان تبص عليه وتتخيله. يمكن الصورة هنا مش واضحة شوية. تمام? اه دي شكل النبل بتاعي اللي بستخدمه كعملية تزبيت. اه دي شكل النبل تاني ورته لك ها قدامك. تمام? ودي شكله لما بستخدمه في عملية اللحام او بلحمه مع بعض المنتجات زي ما انت شايف شكله اهو. اه دي شكل النبل تاني اهو. تمام? ببدأ اشوف شكل المنتجة اهو. ايوة بكملت لك الرسمة كلها. اه دي شكل النبل لما بركبه في الاستوانة ووريك عملية التزبيت بتاعه هيكون عامل ازاي? جميل جدا. احنا برضو هنشوف بعض المنتجات او بعض الاشكال اللي موجودة عندي. اه دي شكل النبل لما برسمه في القطاع اللي موجود بيكون شكله عامل ازاي? يبقى هنا كده فعلا انا في النهاية بدأت اوريك شكل القطاعات اللي انا ورتها لك في البداية وطريقة رسمها. يبقى النهاردة احنا اتكلمنا بصورة كبيرة جدا عن الرسم الفني. اتكلمنا عن ان الرسم الفني ده محتاج لمهارات. ورتك بعض الاكسسوارات اللي انا بحتاجها في شغل الرسم. ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هوريك ازاي ممكن ترسمها فعلا على برنامج الاوتوكاد او ترسمها يدوي وازاي تعرف تعمل قطاع وازاي تكون او ازاي تعمل لي افضل منتج قابل للفك والتركيب لان دي محتاجة المهارة وهي دي الاساس في عملية تصنيع المنتجات المعدنية. كان معكم مستر احمد عبدالعزيز معلم خبير تشكيل المعدن والسياغة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة